الكود أو السكريبت اللي كنت بالأيام الماضية عمالي اكتبها واعمل تويكس عليها مالها سكريبت جديدة وأنا سبق وعملت فيديو هين بالماضي عن النسخ القديمة اللي كنت استخدمها من السكريبت ألا وهي سكريبت أوقات الصلاة سواء بحالة استخدام السكريبت مباشرة من التيرمينال أو بحالة استخدامها كويتشت على مدير النوافذ آسم فبالحالة الأولى حالة التيرمينال السكريبت كانت مكتوبة بلغة باش وبالحالة الثانية حالة آسم كانت مكتوبة بلغة لواء وبالحالة كانت شغالة زي العسل بس مع الانتقال لاستخدام كومبوزيتر هايبر لاند فويدجت آسم ما عادت اشتغلت وهذا الشي خلاني أرجع لاستخدم السكريبت الأساسية سكريبت باش ومثل ما شفنا بفيديو هايبر لاند بفيديو وي بار فمع شوية تعديلات على الأوتبوت الخاص بالسكريبت فنحن قدرنا وخليناها ترجع وتشتغل مرة تانية مع وي بار استطل في مشكلة صغيرة على وهي أنه ويدجت آسم اللي كانت مكتوبة باستخدام لواء كنت ضايف عليها ميزة الأدان في حين أنه سكريبت باش تفتقد لهاي الميزة اللي بحكم موجودي بمدينة ما فيها أي مسجد فكنت بأمثل حاجة إما للتعديل على السكريبت الأساسية وهذا طبعا موضوع بسيط جدا فالتعديل رح يكون عبارة عن إضافة عدد من الأسطر وبعد على السكريبت وبعدين أتمتتها باستخدام كرون بس أنا فضلت أني روح مع خيار تاني ألا وهو أني أكتب سكريبت جديدة بس هالمرة باستخدام بايثن بدلا من باش بهدف أنه بحكم أني مالي مبرمج فكنت بدي تحدي جديد لاستخدام لغة بايثن واللي طبعا كتار منكن بيستخدموها وأكيد خبرتي لا تقارن بخبرتكن معها والهدف الثاني كان هو اختبار الإيفيشنسي لكودات بايثن أثناء استخدامها مع كومبوزيتر مثل هايبرلاند هلا أنا مع ما لأعمل فيديو تعليمي عن كيفية تعلم بايثن أو كيفية كتابة كودات باستخدام هاللغة الشعبية بين المبرمجين بس بدي أحكي عن عدد من النقط اللي واجهتني أثناء كتابة الكود للناس اللي حاب بأنها تستخدمو واللي أكيد رح يكون موجود على مستودعي على جيت هاب لحتى الناس اللي تعرف بها اللغة يعني تلقي نظرة على الكود تشوف تعمل بول ريكويست تشوف إذا كنا ممكن أنه نعمل ريفاكترينج إذا كان إيفيشنت ولا لأ فيعني ياريت أنه تعطوني رأيكم عن هاد الكود وإذا فيه أي شيء للتحسين عليه هلا طبعا كان لابد من أني أعمل بحث مطول عن كل سطر من الأسطر اللي كتبتها خلال عملية تطوير الكود وهذا الشيء تطلب مني أني إحتاج لمساعدة Stack Overflow والChat GPT هلا بالتأكيد كان بالإمكان أنه خلي Chat GPT أنه يكتب الكود بالكامل بس أنا كنت بدي أختبر قدرتي على كتابة كود بلغة أنا بالأساس ما بعرفها يعني مع القدر الأدنى من المعرفة البرمجية والحد الأدنى لاستخدام الزكاة الاصطناعي يعني Chat GPT الشيء الوحيد اللي عمله هو بس أنه عمل لي شوية refactoring على الكود أما أنا كتبتها بالاعتماد بشكل أساسي على Stack Overflow وفكرة الكود بالكامل قائمة على استخدام API من موقع الأدنى.com اللي كنا شفناها بالفيديوهات الماضية عن هذا الموضوع سواء فيديو التيرمينال أو فيديو ويدجيت أوسم اللي اتنين هن راح يكونوا موجودين الروابط راح تكون موجودة بسندوق الوصف بس باختصار هال API اللي بيعمله أو الكود اللي بيعمله أنه راح يأخذ راح يشيب البيانات من هالموقع اللي راح نشوفها هلأ اللي وقت اللي أنا بيجي وبقال له مثلا بيستخدم أمر مثل curl أو wget لحتى روح لل API فهو راح يرجع ليها على الشكل بصيغة JSON بمعنى أنه أنا هاي البيانات ممكن أني استخدمها بإما باستخدام أمر تاني مثل الجي مثل الجي كيو آكيو أو أني بحالتي أنا روح للبيثون وأقوم بمعالجة هاي البيانات بس لو جينا للكود الفعلي كود بايثون الفعلي فأول الشي راح تلاحظوه أني أنا الرابط اللي مستخدمه ما هو api.ladent.com وإنما أنا مستخدم رابط من خدمة منزلية موجودة على السيرفر اللي عندي اللي أكيد راح يكون في قلها فيديو مخصص بالمستقبل فلو حابب أنه ما يروح عليك أي فيديو من الفيديوهات المستقبلية فلا تنسى أنك تضغط لايك على هاد الفيديو والاشتراك بالقناة لغير المشتركين بس مثل ما حكيت لو فتحنا الرابط الرابط الأساسي الرابط الأساسي باستخدام curl أو wget فهذا هو نوع البيانات اللي راح نحصل عليها والشي اللي بدي خلي هالكود يقوم فيه أنه يقوم بمعالجة البيانات اللي موجودة بعنصر data timings اللي هي عبارة عن أوقات الصلاة من الفشر ولغاية التلت الأخير من الليل فالسكريبت اللي عمالها تعمله أنه أول شيء التاريخ لازم يكون بصيغة محددة ألا وهي يوم شهر سنة والسنة لازم تكون أربع أرقام يعني 2023 وليس 2023 لأنه هاي الصيغة اللي API الادان.com يعني متوقعة أنها تكون موجودة بالURL فلو حطيت 23 لحالها ما رح تشتغل السكريبت أو الكود والشيء الثاني اللي الكود عماله يعمل فيه أول شيء عماله يتأكد إذا كان الURL موجود أو لا فلو رح جعل لي الكود 200 أكيد مطورين الويب بيعرفوا شو معنى هذا الكلام فلو رح جعل لي الكود 200 فهذا معنى أنه الURL شغال وعلى هالأساس عماله ييجي ويشوف البيانات اللي موجودة مثل ما حكيت بعنصر data.timings اللي هي الأوقات الخمسة هلأ رح أرجع بعدين لليش اخترت هالنمط بالتحديد أثناء كتابة الكود ألا وهو أني عرف الري بأوقات الصلاة وأنا حطيت ست أوقات بدل خمسة لحتى كون متضمن كمان الشروق وبعدين بعد ما عرف هالأري عماله ييجي ويقارن بين إلا بين وقتي الحالي اللي كمان لازم أنه يكون بالصيغة ساعة مقطين دقيقة وبالاعتماد على ما إذا تم التطابق بين وقتي الحالي وواحد من الأوقات الستة فرح يقوم بتشغيل ملف صوتي باستخدام أمر MPV وأنا حددت أنه يكون في عندي أدان لصلاة الفجر مختلف عن الصلاوات الأربعة التانية وبحالة شروق الشمس بدل ما إني أعرض الأدان أو أسمع الأدان رح أستمع لأي شيء يعني بحيث أنه ما يكون غنية طبعاً بس يكون يعني شيء لطيف ومختلف عن الصلاوات وبعدين الشيء التاني طبعاً الـ URL لازم أني حدد فيه الخطوط الطول والعرض الخاصة بالمكان اللي أنا موجود فيه وكمان هو الموقع للـ API رح أتركه بسندوق الوصف لحتى تشوف شو هي الـ options أو الـ parameters اللي ممكن أنك تستخدمها بس ضروري جداً خط الطول والعرض وبعدين الميثود بالاعتماد على المكان أو الطريقة اللي أنت بدك تستخدمها لحساب طريقي لحساب أوقات الفجر والعشاء والـ adjustment إذا كنت بدك تعمل أي تعديل على التاريخ يعني تسبق يوم أو تأخر يوم بحالة رمضان أو زي القعدة أو بداية الألسنة فعملية الـ adjustment كمان ممكن أنك تكون حاجتها وممكن لأ وبعدين الـ script عمالها تشتغل بشكل مستمر وعمال يقول له أنه يوقف 60 ثانية أو دقيقة وبعدين يرجع يعمل re-run لـ script مرة تانية والخطوة الأخيرة بكتابة الكود كانت أني ضيفها للـ auto start الخاص بـ hyperland فبالسطر الأخير شايف أني عامل exec once بعدين محدد أنه يستخدم python وعاطي اسم الـ script والمسار بالكامل هلأ برجع للنقطة اللي حكيت عنها أنه أنا ليه استخدمت هالنمط بالتحديد ألا وهو أني حددت الـ array لأني لو رجعت للـ script الأساسية اللي بعدها موجودة على GitHub لسه ما حدثتها بس بموعد صدور الفيديو راح تكون الـ script الجديدة اللي هي موجودة على الـ GitHub فبهاي الـ script شايف أنه أنا بالبداية كنت عمالي أعمل مقارنة بين الوقت الحالي وكافة الأوقات الموجودة بالـ data dot timing اللي مثل ما شفنا كانت عبارة عن الأوقات من الفجر ولغاية التلت الأخير من الليل بس بهذه الحالة المشكلة اللي واجهتني أنه وقت غروب الشمس ووقت صلاة المغرب هنن نفس الوقت فالـ script كانت وقت اللي يوصل وقت المغرب عمالها تشغل الملف الصوتي أو الأدان مرتين مرة للـ sunset ومرة للمغرب فلهذا الشيء رحت وحددت أنه الأوقات اللي بدي تشتغل فيها الـ script أو تعمل عملية المقارنة هي فقط اللي موجودة ضمن الـ array والسبب الثاني أنه كمان بالـ data dot timings في عندي أوقات الميدنايت والـ third third والـ last third اللي هن يوم منتصف الليل والتلت الأول والتلت الأخير اللي أنا فعلياً بهذا الوقت بكون نايم فما لي بحاجة لأني أسمع أي ملف صوتي والكمبيوتر بيكون مطفي بكافة الأحوال فهي كانت الأمور اللي أنا حبيت أني خلي الكود يقوم فيها بس النقطة ما قبل أو النقطة الأخيرة بهذا بهالـ script أو بهالفيديو أنه بدي نوه لأنه إذا كنت بدك تستخدم الرابط الأساسي اللي هو api.laden.com فلازم يكون في عندك اتصال إنترنت بشكل مستمر لحتى الكود يكون قادر أنه يجلب البيانات فبحال أن أطع الإنترنت فممكن أنك تخسر وقت من أوقات الصلاة فلا هذا الشيء الحل الأفضل أنه نحفظ هالـ output بملف بشكل local على كمبيوترنا الملف راح يكون اسمه أي اسم بس لازم يكون .json فمتل ما كنت مستخدم بالنزخ القديم من السكريبت والثاني حالياً مستخدمه بحالة الـ widget أو بحالة الـ waybar فالـ widget اللي هي الـ prayer.sh المكتوبة بـ bash بعدها عمالها تقرأ من ملف local وليس من الـ URL مباشرة هلأ في حال كنت عمالي استخدم الخدمة المنزلية اللي موجودة على شبكتي المحلية اللي أنا فعلياً عامله بـ script أو بـ code python فباعتبار أنه كل شي داخلي ضمن شبكتي المحلية فأنا طاع الـ net ما رح يشكل لي أي مشكلة بس لحتى يكون في عندي backup فأنا مخلي نسخة محلية ونسخة بجيبها من الـ URL هذا كان كل شي يا حبايب لا تنسوا الدعاء لأهلنا بغزة الله ينصرهم على عدوهن وعدو الأمة وبأمان الله